الموضوع الثالث وزي ما قلت لحضراتكم موضوعات مهمة جدا وهو دوري السوبر الافريقي بشكر كل الناس على ردود الافعال اللي كانت موجودة على حلقة مبارح والشرح اللي احنا قلناه بخصوص دور السوبر دوري ابطال افريقيا وهل اتحاد الكورة عنده تخوف ان ممكن النادي الاهلي يشارك في البطلتين فيأثر ده على الدور المصري انا هنشر ورقة واحدة من ليحة دور السوبر والنظام المعد من الاتحاد الافريقي للمسابقات الافريقية بدءا من اغسطس عشرين تلاتة وعشرين هو الملف كبير فيه اكتر من حوالي خمسة وعشرين ورقة والملف ده معد على نظام البطولة لو انطلقت باربعة وعشرين نادي في دور السوبر قدامكم على الشاشة الجزء اللي فوق ده الفورمات المتعلق بدوري ابطال افريقيا مبارح انا قلتلكو ايه دوري ابطال افريقيا نظامه هيتغير يا جماعة طيب اللي فوق ده الجزء المعد لدوري ابطال افريقيا بيقولوا ايه بصوا بقى الاتحاد الافريقي عشان اعاكد لكم ان ما فيش تعارض عندك مثلا اربعة وعشرين نادي هيمثله دور السوبر الافريقي وعندك اربعة وخمسين اتحاد وطني في قرية افريقيا فالمجموعة انت بتتكلم على تمانية وسبعين نادي انت هتبدأ من الدور الاربعة وستين فهيتم اجراء مباريات تمهيدية مع الاتحادات الوطنية اللي تصنفها اقل عشان توصل للدور الاربعة وستين طيب بيقولك كمان ايه الاتحاد الافريقي لو صادف ان فيه فريق هو بطل الدوري في الاتحاد الوطني من ضمن الاربعة وخمسين اتحاد وفي نفس الوقت هو من ضمن النادي اللي هيشارك ضمن الاربعة وعشرين نادي في دور السوبر تاخد النادي الذي يليه وبالتالي ما فيش ما يعيق ان فيه فريق بطل الدوري في بلده وبيشارك في دور السوبر انه يلعب دوري ابطال بل بالعكس لو انت عندك نادي واحد هو اللي بيمثل كمان تاخد النادي الذي يليه عشان كده ممكن نوصل لـ 78 نادي فده تأكيد ان ما فيش اي تعارض وان الكاف عامل حسابه في الاجندة ان ما فيش اي تعارض ننزل تحت بقى للمفجأة اللي جاية انت بتتكلم على الاجندة لو دور السوبر انطلق بـ 24 نادي يعني كل نادي عشان يوصل فينال هيلعب 21 مباراة انزله تحت كده للاجندة وتعالوا للسطر القبل الاخير اتمنى مش عارف هتبقى على الشاشة ممكن تكون واضحة لحضراتكو ولا لا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا السطر قبل الاخير كم مباراة في الاجندة ست مباراة فقط يعني دور السوبر لما يبدأ بـ 24 نادي والنادي اللي هيوصل فينال يلعب 21 مباراة واته دوري ابطال افريقيا هيبقى ستة مطشط بس وهتلعب من دور الـ 32 للمباراة النهائية مباراة واحدة فصلة يعني لا هيبقى فيه دور مجموعات ولا فيه زهاب وعودة ولا اي حاجة خالص هتلعب مباراة واحدة دور الـ 32 دور الـ 16 دور الـ 8 قبل النهائي والنهائي زهاب وعودة فبالتالي ادي الست مباراة ولو فيه فريق بيلعب من دور الـ 64 هيبقى ست مباراة يبقى بالتالي مفيش حاجة اسمها 14-14 كلمانا بسمعه ده يا جماعة بصراحة كلام غريب انه النهاردة هطر ريت انشر بس ورقة من لايحة دور السوبر عشان اكشف للناس ان الناس لما تيجي تتكلم على المسابقات الافريقية لا بتبقى شايفة ورق ولا بتبقى قارية الورق بالزبط فالنظام الجديد لو دور السوبر هيبقى عشرين مباراة أو واحد وعشرين مباراة دور الابطال ست مطشات طيب دور السوبر هيبقى ست مطشات لانهما تمن فرق دور السوبر اللي جاي من اغسطس اللي جاي تمن فرق بس المرحلة الاولى فهيتلعب ست مطشات اربع فرق الاعنى تصنيفا والاربع فرق الاقل تصنيفا هناخد فرق من هنا يواجه فرق من هنا بنظام النوك اوت زهاب وعودة فمطشين دور تمانية مطشين قابل نهاية مطشين مباراة نهاية ساعتها هيبقى ست مطشات طيب دور الابطال هل هيبقى ست مطشات دول ولا هيتغير النظام ده اللي بيعمله الاتحاد الافريقي دلوقتي بحيث ان المطشات ما تزدش عن اربع تاشر مباراة في المسابقات الافريقية اللي جاية وان الفرق اللي هتلعب دور السوبر منكم تبدأ من دور الستاشر اتمنى بعد الاثناشر ده والكلام اللي قلناه نقفل بقى الكلام ده واتحاد الكرة يستنى لما يجيله الورق ده ويستنى ويشوف اللوايح المنظمة عشان يبدأ ساعتها يبدأ يحسب جدول المباريات وما يقولش اللي يلعب هنا ما يلعبش هنا وعندك حل أسهل من كده قبل ما اطلع لفاصل عندك الدوري 18 نادي ما تشتغل على تخفيض عدد أنديت الدوري يبقى 16 يبقى 14 بدل ما انت بتلعب 34 اسبوع في السنة خفض عدد أنديت الدوري انت المسابقات دي هتجيب لك لوحدها مليون دولار نتيجة مشاركة كل نادي في دور السوبر فانت الكسبان من مشاركة الأندية المصرية وتحديد الأهلي في دور السوبر ودوري أبطال إفريقية اتمنى تكون الرسالة وصلت واكتفي بهذا القدر